تستهدف الحكومة الجديدة بناء اقتصاد تنافسي جاذب الاثثمارات من خلال خفض معدلات التضخم وتوفير السلع وتراجع الدين العام إلى ذلك يتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري نسبة نمو 4.4% في 2025 خفض معدلات التضخم، توفير السلع، تراجع الدين العام ملفات هامة تتصدر أولويات الحكومة الجديدة في الفترة المقبلة فالحكومة الجديدة يقع على عاطقها بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات يتضمن سلاسة أفرع منها تمكين القطاع القاص وترسيخ دعائم النهود الاقتصادي وضبط الأسعار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أكد أن هناك هدفا واضحا وموجودا بالتفصيل ببنامج الحكومة للسنوات السلاس القادمة يتضمن خطوات تخفيض مستوى الدين بشقيه المحلي والإجمالي والمستهدفات لكل عام على حدة من السنوات السلاس وتصاعدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مايو عام 2024 بمعدل 73.8% على أساس سنوية لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر مايو عام 2023 كما ارتفعت بمعدل 26.6% مقارنة بالشهر السابق مباشرة إبريل عام 2024 والتي سجلت خلاله نحو 2.2 مليار دولار وذلك إسر حزمة الإصلاحات الاقتصادية في غضون ذلك ترجع معدل البطالة إلى 7.6% خلال الربع الأول من عام 2024 وهو أقل معدل بطالة خلال العشرين عاماً الماضية ورغم الأزمات المتلاحقة التي طالت العديد من دول العالم من حروب وأزمة سلاسل الإمدادات وأوبئة إلى أن الاقتصاد المصري وقف صامداً في مواجهة تلك الأزمات سمود جاء نتيجة لتنفيذ الدولة برنامج إصلاح اقتصادي قوي يجمع ما بين دعم الفئات الأولى بالرعاية وما بين تنفيذ إصلاحات جوهرية في الاقتصاد تجعله قادراً على مواجهة التحديات وفي هذا الإطار نال الاقتصاد المصري إشادات دولية كبيرة خلال الفترة الماضية والحالية لا سيما في ظل تعامله المرن مع التحديات وتحقيقه معدلات نمو مرتفعة علاوة على النظرة الإيجابية المستقرة للاقتصاد صندوق النقد الدولي توقع أن يحقق الاقتصاد المصري نسبة نمو 4.4% في عام 2025 ارتفاعاً من نسبة 3% خلال عام 2024 كما حقق الاقتصاد المصري نسبة نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% خلال العام الماضي 2023 وتعد نسبة نمو الاقتصاد المصري من أعلى نسب النمو في العالم بل تزيد عن متوسط النمو العالمي حيث من المتوقع أن يصل النمو العالمي إلى 3.1% في 2024 و3.2% في عام 2025